علي الجارم أدب مصر وشاعرها له حائية هي ملحمة شعرية كبرى فيها الموعظة والبكاء على الشباب فيها متح للبنان أرضه وتاريخه وقد تضمنت هذه القصيدة من رائق الوصف وعالي المعاني والبراعة الشعرية ما لا تكفي حلقة واحدة لتناوله ألقى علي الجارم هذه القصيدة في لبنان خلال افتتاح المؤتمر الطبي ببيروت عام 1944 وكانت القصيدة حدث الموسم فقد تناولتها الصحف اللبنانية ونوقشت فلندية الثقافية وعارضها الشعراء يقول علي الجارم في هذه القصيدة ألقيت للغيد الملاحي السلاحي ورجعت أغسل بالدموع جراحي ولمحت ريحان الصبا فرأيته ذبلت نظارته على الأقداح ملي وقد عبث المشيب بلمتي بضياء ذاك الفاحم اللماحي لو أستطيع لبعت عمري كله لمنصبا وأريجه النفاحي أيام شعري للفواتن رقية تستل كل تدلل وجماحي الفلسفات وما حوت في نظرة من لحظ ساجية العيون رداحي تغري الهوى وتصده لمحاتها فيحار بين تمنع وسماحي والنظرة البهماء أفتك بالفتاة من كل واضحة المرام وقاحي إلى أن يقول قالوا هنا لبنان قلت وهل سوى لبنان ملعب صبوتي ومراحي النبع خمر والحدائق نشوة والجو من مسك ومن تفاح والفن من سر السماء ونفحة من فيض نور الواهب الفتاحي ثم يقول في أهل لبنان قهروا الزمانة ولن تضيع كرامة للحق بين أسنة ورماحي المجد باب إن تعاصى فتحه فاسألك تائبهم عن المفتاح دقوا فما أودى بعزم أكفهم بأس الحديد وقسوة الألواحي ومن الحفاظ المر ما يعي الفتا ليس التكاليف العلا بمزاحي والنفس إن عظمت يضيق بسعيها صدر الفضاء برحبه الفياحي ثم قال في طرافة غير مسبوقة مخاطبا أطباء المؤتمر عارضا عليهم شكواه أشكو وما الطب الحديث براح من شجوي ولا متسمع لصياحي هل بين مؤتمر الأسات مجرب شاف لأدواء الصبابة ماحي والطب لا يصل المدى إلا امتصل جدواه للأرواح والأشباح تحية طيبة